هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو بهذه المناسبة قام التحالف بضخ 625 مليون جنيه لإطلاق مبادرات اجتماعية جديدة ضمن وصل الخير يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي لدعم المواطنين الأكثر احتياجا وسعيا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأطحى المبارك على أن تستمر خطة الحماية الاجتماعية وصل الخير 2 حتى نهاية عام 2022